السلام عليكم و مرحبا بكم عندي في القناة كانت تمنى تكون وباخر و الاخر انتم ما قد تهدوا هذا الفيديو اليوم اللي غاد يكون ان شاء الله ستتمدي لهاد الموديل في حالي شاركته معاكم كانت تمنى انه يكون واضح هنا من بعد ما كملت هذا وشكل يالوم من بعد ما كملت الرنده ده بشنو هنعملوا ان شاء الله هدي نعملوا هاد مربعات هذا انا ديجا شاركت معاكم في طريق كيف شعملت الكم ولكن ما كانش فيديو مكمول حيث كانجا فيديو طويل ولكن ان شاء الله اليوم غاد يكون نفس الطريقة اللي خدمنا لكم عن خدمه تهادي و ان شاء الله عن خدمه تلعو بنفس الطريقة اللي اول ما نكتهد القناة مرحبا بكم ما تنسى شي انك تتركي في القناة وتكليك على الزل الاعجاب وتخلي لي واحد تتعليق و ما تنسوا شي كديرك تفعلوا الجرس باش كيوصلكم اي فيديو حطيتو جديد فضلا وليس امر باش القناة دي تكبر ان شاء الله ونزيد نعطيك كتر وكتر حالي كتاهدو حالي كنت بديت معاكم في الاول عندي هنا اي 10 10 10 10 عندي هنا اي مربع دي العشرة غدي نحاول ما عرفتو ايش باينها مزيان غدي نحاول نكبر الكاميرا وبهاد الطريقة اللي غدي نبدأ معاكم غدي نكملوا هاد مربعات كامل اللي عندي بسم الله غدي نبدأ معاكم هادي ان شاء الله غدي نشارك معاكم هادي انا كترجبني نعمل هاد هاد زواقة هادي كترجبني نعمل هاد مربعات على هاد القركف كديني حسن ما نعملها في المخضة باش كنتحكم فيها بحالي كتاهدو كيف ما بغيت اه هنا كنجو هنا هاد ال نجو هنا يا كنحسبو من الاول غرزة واحد جوش ثلاتة كنعمل الخيط دينا كنتبتوه غدي نجو لهاد سطر هاد احتهو غدي نحسبو هنا يا واحد جوش ثلاثة هنا ثلاثة وهنا ثلاثة واحد جوش ثلاثة غدي نعمل واحد الخيط اللي غدي نعمله بحال هاد شكل ما نعملوش مزيارة يكون شوية بحالك هاد شهدو هكا شوية كيكون مرخف غدي نعمر فيه خمسة حليقة لكم كنت شاركتوا معاكم فلكم نعمل هاد مربع نعمل معاكم غير وحدة بحال هاد سافيدة بغدي نعمل معاكم هاد مربع كامل ثلاثة غربعة هاد خمسة سافي هنا خمسة كنمشون هاد سطر هادا كنعملو الغرزة اللي موراها نضربو فيها هنا كنعملو غرزة كنعملو غرزة ما كنمشي كنحبكو كنرجع في هاد خمسة هاد يال غرزة اللي عندنا نحين شوج هادا نحين نحين دخول نحين نحين نضربو الغرزة اللي موراها نضربو الغرزة اللي موراها اشتركوا في القطة سوف أقوم باستخدام المرحة لكي لا يجب ان يجبون اضعوا عن قطة اضعوا احاولنا نقوم بمرة مرة لكي نتأكد ان كاميرا تصور وان الفيديو يكون واضح هنا قطة سوف نضرب هنا مرة ثالثة هنا في هذه الغرزة الثالثة سوف نضرب ثالثة لا يوجد كاميرا واضحة نتمنى ان الشرح يكون واضح ما يريد أن تسابعني على صفحة الفيسبوك خياطة راندا بيتانجا اكتبوها باللغة العربية سوف نضرب هنا غرض اللولة ثالثة 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 نتأكد هنا ثالثة قلت لكم كنقلبها بحالي كنت هدو هيدا كديني سهلة كنعمل نفس الطريقة اللي عملتها هناليا غدي نعمل هناليا كنحسب واحد جوش ثلاثة ثلاثة هادو هما أصلا خليناهم ممكن أنكم تتعاملوا شي مخدات تكون صغيرة ولكن أنا فضلت بهالطريقة القركب كديني سهلة وكننخدم على خطري كنعمل قميص كان ندوره كما بغيت كذلك كان عملو خيب وكان عمرو فيه حمصة يا الغرزة ما حجوش لتربعة وكان نضربو هنا يا الغرزة الثانية ها هي غدي نرجع كذلك في حالي عملنا في اللول يعني ما كيش شي اختلاف كبير في حالي عملنا في اللول حالي عملنا في هادي غدي نعمله في هادي 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 مربعات ما أحسن نعملو الخيط كبير باش ما نضطروا شي احيطيوش لتربعة باش ما نضطروا شي انا نعودو خيط جديد هنا كذلك في حالي قطليكم هادي نعمل الغرزة اللي موراها وغادي نرجع بدك خمسة الغرزة اللي عنا نضطروا الغرزة اللي موراها باش كي يتلاسق لنا هادو مع باطياتهم ها نشوما ها يبدأت كتبان ساب يوكا الرجعون صراح هاد الموديل كيجي مزيون ان شاء الله الفيديو المقبل قدي نوريكم كيف اجعان خدموا العنق ووريتكم كيف اجعان خدموا اليدين ووريتكم الضغط اللي عملته هنا بالنسبة للبن ان شاء الله ما صورتش معاكم ان شاء الله يربي من نكمل هذا نعملكم للاستعراض هنا كننعمل غرزة اخرى هنا بحالي عملنا نفس الطريقة ونضرب غرزة الثالثة ونحس بواحد هذا جوج هنا ثلاثة ممكن تأكدوا دائما ان نبقونا هاو ثاني ثلاثة ماية يبقونا هنا واحد جوج ثلاثة ها بحالي كتا هدو شفتو كيف اش كان قلب هادي القرقف كندورو كيف ما بغيت انا نتحكم فيه ها في هيدا هاد نعمل هاد الجيهة هاو تاهية نحسب هنا واحد جوج ثلاثة نعمل خيط خيط ما كنزيروش بزاف نعمل خمسة يال غرزة شوش ثلاثة هادي اربعة هادي خمسة هنا كنمشين هاد الغرزة هادي ثانية كنرفيها وكنرجع كبحة لوقت ليكم خمسة هاد الغرزة نعمل خمسة هاد الغرزة ثلاثة 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 شاركوا الفيديو لي عندش سؤال تكتبوا لي في التعالق او لدخل عندي في الفيسبوك ثلاثة هنا كنمشين مرة الاخيرة هادي ندرب الغرزة الثلاثة هنا ثلاثة هاد نرجع هاد خمسة هاد الغرز سوف ندرب الغرزة الغرزة ثانية ثالثة ثلاثة سوف نقوم بحالة شكل هذا سوف نقوم بحالة طريقة سهلة وسوف نكمل هذه الربعة اللي بقت لي سوف نقوم بحالة جوش ثلاثة أكد أن الخيط لا يكون كبير بزف و لا يكون شي صغير سوف نقوم بحالة جوش ثلاثة سوف نقوم بحالة جوش ثلاثة 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 سوف نستمر بهذه الطريقة الموديل كامل اللي عندي هذا الطوق كامل نفس الطريقة عمت في اليدين نفس الطريقة عمت في العنق نقاط لكم بغيت نعود هذا المرحلة هادي ديال هذا المربعات حيث في الفيديو السابق ديال لكم حلقات لكم اخي كنت شاركتو معكم معا كمجة الفيديو طويل ما بغيت نزيد نطول عليكم اكثر حملت معاكم ها واحدة من هادي سافي نضرب غرزة في حلوقت لكم ونرجعها وثاني بديك خمسة دعوني مريكم من عنسة لها الخيط كيفش عن دمره سافي انا اقربت نسالي كنضرب الغرزة الاخيرة هاد شيها ونرجع في خمسة الغرزة اللي عندي انا في الاخر كان نخيطه دا كي تنصر نحاول هايدا كنكمل بي نقضها باش ما ننطرج اني نعمل حرج الجديد سافي كي تم انا صافي راح عن سالي دابا باش نوريكم سافي كنضرب غرزة هنا ايه فاتستر هذا اللي بقى الانتاحد سافي هذا هو المودد اليوم هايدا سافي وكيفاش كندفنه هاد الخيط كنجيو هنا كنجيو هنا ايه هادي نحاول باش نبينكم كنجيو هنا يفحل يكون شاركتها معاكم في القوم اه هنا كنتبته نحاول انا ننتبته مزيان كنقلب راح اقلبت الخدمة سافي عندي تربطة اخرى سافي عندي تربطة اخرى سافي عندي تربطة اخرى هذا هو المودد هذا هو الشكل النهائي دي هالوه شك باش يجي صراحة يجي مزيون بالذب سوف نستمر في الطوق كامل ونرجع معكم مهم سوف نصل النهاية لهاد الفيديو حلقت لكم ستنو ان شاء الله الفيديو المقبل لترقيك لكي نخدم العنق وان شاء الله ستنوه وتني فيديوهات لما يجب ان شاء الله سوف نشارك معكم استعراض لهاد القميص وكذلك الجلابة اشتركوا في القناة